اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج المحاكمة اللي بيشوفنا الاول مرة اتمنى الاشتراك في القناة تفعيل الجرس علشان يجيلك اشعار بكل حلقاتنا اليومية البيوت اسرار من اكتر العبارات والجمل المعبرة عن التفاصيل وعن الصراعات وعن اللحظات الجميلة اللي بيمر بيها اي بيت في الدنيا بطلة حلقة النهاردة قررت انها تتكلم وبتقول ان انا تجوزت بقالي حوالي 15 سنة وبحب جوزي حب جديد جدا بداية من فترة الخطوبة مع اننا ما كانش بيننا قبل الخطوبة قصة حب طويلة ولكن مجرد ان انا شفت مرة واحدة وهو شافني لمجرد يوم واحد تاني يوم كان عندنا في البيت وكلم ابوي علشان نرتبط انا شفت فيه انسان كويس وانسان جاد وشاب شكله كويس جدا وعايز يكون اسره وبيت وعلى قدر من تحمل المسئولية اتجوزنا وعشنا مع بعض حياة جميلة جدا ولكن كان كل اللي بيحصل في الفترة دي مجرد مناوشات مجرد خلافات مجرد بعض الصراعات ولكن انا كنت بتغلب عليها معظم الوقت خصوصا وان ربنا رزقنا بتلت اطفال ولدين وبنت ربناهم خلال الفترة دي تربية كويسة جدا ولكن انا كنت بالوم على جوزي في الحقيقة انه هو يعني مش مهتم بموضوع دروس الاولاد وموضوع مشاكلهم دايما طقته كلها بتخلص في الشغل وفي الحياة برا وفي التزاماته كزوج ولكن المسئولية والعبء كله في موضوع الاطفال ومذاكرتهم ومسئولياتهم كان علينا حتى لو احنا قاعدين والاولاد بيذكروا وحصل خلاف بينهم ما كانش بيتدخل معظم الوقت لغاية مجيه يوم من الايام ولقيته على موقع الفيسبوك عامل حساب باسم واحدة وبيبعت رسائل او بيبعت طلبات صداقة لبنات او ستات انا شجئت واتنرفزت ايه اللي انت بتعمله ده انت مجنون ولا ايه انت عامل حساب باسم واحدة علشان تدور على ستات هو انت ناقصك حاجة هو انت مراتك وحشة هي بتقول ان انا شكل كويس وانا بنت ناس وتعليمي كويس كمان حتى مع مرور الايام شكلي بيبدو اصغر من سني كمان فاعتذر ليها وقال لها بس ده كان هزار انا كنت بس بهزر انا كنت بحاول بس اتسلة ولكن هو مفيش طبعا اي حاجة وانت الاول وانت الاخر والكلمتين دول بتمر الايام وبتمر السنين والحياة تشلنا شوية وتحطنا شوية لحظات فرح لحظات سعادة لغاية مجيء اليوم اللي صدمها كان عندها شوية مشاكل صحية وكان مفروض تروح تكشف او تروح تتابع في المستشفى العلاج اللي هي بتاخده في اليوم ده هو اخد اجازة وكان موجود في الشقة ولا هيديني بس الموبايل بتاعي من جوه علشان نلبس علشان ننزل نروح المستشفى نتابع الحالة الصحية ليكي راحت جابت الموبايل وهي مسك التليفون لحظت ان في اللحظة دي جالها رسالة جاله رسالة على التليفون فبتبص في الرسالة بتقول له حبيبي انت مختفي ليه النهاردة مش مفروض يوم الاجازة ده بتاعي طبعا هي بتقول حس ان انا تلجت حس ان انا حد يعني دلق فوقي مياه مش عارفة اعمل اتسبت قعدت مكاني وسبت هو برا ولكن بتصرف انا بعتبرو زاكي من الست دي فراحت رده على اللي بعت الرسالة وراحت ايلالها مفيش اصلانا تعبان شوية فقالت له ايه تعبان نفسيا ولا جسديا قال لها لا تعبان نفسيا قالت له طيب تعالى وانا هنتقابل وانا هنسي كل حاجة ده نفسي ان انا اخدك واختفك ونبعد عن كل حاجة بتضيقك ونطلع نروح مكان ونصيف ولا نروح نشم هوا ولا نروح حاجة معينة فشالت الموبايل ودخلت لجزها قالت له يا رب الاسرة يا اب يا محترم يا مبجل ايه ده ايه الكلام اللي بينك وبين الست دي الست دي زملته في الشغل واكبر منه في السن بس قال لها يوه ده مش عايز اقولك ان الست دي ست رخمة وست متطفلة وست دماء تقيل وهي خرابت بيوت وهي بتحاول تتقرب مني وتقطحم حياتي وانا بحاول اتهرب منها علشان ما تعمل ليش مشاكل في الشغل فراحت بصة للرسائل اللي بينهم بقى فلاقت انها بعتاله صورة وهي بالملابس الداخلية في بيتها الصورة دي يعني هي مش مجرد ان انا بوريك ان انا لطيفة لا الصورة دي بتقول ان الست دي عايز توريه حاجة معينة يعني عايز توريه له نفسها في وضع معين المهم الست تحولت 180 درجة من الزوجة المكافحة المحبة اللي بتحاول تبني بيت وترب اولادها انها اخدت الاولاد وراحت عند اهلها وطلبت منه الطلاق قعد طبعا راح لها وقعد يعيط قال لها ارجوكي دي وزت شطان انا هي بس الست دي بتضيقني وانا بس الشطانة ولا خليها قالت له فاكر لما رحت انت عملت ده قبل كده ورحت عملت قال لها ده كان هزهر ده كذا كذا قالت له انت شخص كويس وانا عارفة ان انت شخص كويس وعارفة ان انت اب حنون وهو بالفعل حنون على اولاده جدا طب انت ليه بتسمح لنفسك ان ان انت تحط نفسك في المكان دي ورحت واخدها تليفون ورحت متصلة بالست دي قالت لها انت ست مش محترمة وانت ست مش كويسة انت ست خرابت بيوت انت عايزة ايه من الراجل وكذا كذا انت اللي بتحاول تقربيله وانا عارفة انت بتحاول تقربيله والرسائل اللي عندي قالت لها ارجوكي ابوس رجلك ما تفضحينيش الست دي متجوزة وعندها اربع اولاد ولادها كبار الصغيرين هي اكبر من الراجل ده بتلات اربع سنين يعني ست مش صغيرة ولما على حد اقوال الزوجة اللي يشوفها يقول ان هي اخته كبيرة مفيش فيها اي مغريات تخلي الراجل بينقصه حاجة في البيت يروح يكملها من بر طيب عدى كام يوم وست موجودة في بيت اهلها والراجل متمسك بيها جدا قال لها انا مش هطلقت لغاية اخر يوم في حياتي ومش علشان الاولاد والبيت انا بحبك ومقدرش اعيش من غيرك لدرجة انه ما كانش بيسبها هو هي والاولاد لما رجعوا لبيتهم يعني كان بيبات في الشارع قدامهم ما بيرضاش يسبهم ولان الزوجة رفضا يكون موجود في البيت لان هي خلاص قالت له ان انا هتطلق واعتبرني مش مراتك وكده الراجل كان بينام في الشارع قدام البيت وهو موظف ومشتغل وظيفة مرموقة مش موظيفة اي كلام يعني طيب خلصت الموضوع على كده لا مخلصش الموضوع على كده الزوجة بتقول ان انا قدام اسراره الرهيب وقدام تمسكه انا عارف انه بيحبني وانا كمان منكرشي ان انا بحبه لكن انا حسى ان حصل جوايا شرخ حسى ان انا حتى لو قررت ان انا ارجعه البيت تاني او ان انا ارجع اعيش معاه في البيت تاني حسى ان انا اكون بنحك على نفسي حسى ان انا مش اقتنع به مش هأمن له ودي مصيبة يعني بيقع فيها كتير جدا من الازواج والزوجات لما الطرف الاخر يغلط او يكون عنده نزوة بيفضل طول الوقت عنده فوبيا من الطرف الاخر اكيد لو اتاخر شوية يبقى مع الشخص ده اكيد لو دخل الحمام يبقى بيكلم الشخص ده اكيد لو الراجل ده مسافر يبقى بيخني مع شخص اخر او مع انسانة تانية ترجع وتكمل حياتها معاه ولا تحط حد فاصل وتحط وقفة وتقول ان انا مش هقدر اقامن للراجل ده بعد كده مش هقدر اغفر له الزمد اللي عمله ولو عيشت معاه هعيش معاه تعبانة جدا وهعيش معاه مجرد انها عيشة والسلام تعالوا نتكلم عن المشكلة دي وعن تحليل المشكلة دي وانه كتير جدا من الازواج بيحصل لهم حالة ملل كتير جدا من الزوجات بيحصل لهم حالة ملل كتير جدا من الازواج بيفكروا انه هو الشيء اللي موجود برا لو حصل مؤثر او حد قرب ليهم ممكن يمثل لهم نوع من السعادة يخليهم يجددوا حياتهم بعيدا عن الحياة النمطية في البيت ومع الزوجة او مع الشريك العيش وانا بقول للشخص ده لو انت شخص سوي ولو انت شخص عندك اخلاق وبتحب ولادك وبتحب بيتك وبتحب نفسك مستحيل تسمح لثيابك النظيفة انها تلوس من قبل شخص اخر مهما كان الشخص ده داخل عليك بشوية حنان مفاهمك انه بيحبك مفاهمك ان انت شهريار ولكن الله ما زهقنا او عندنا ملل مش اللي هيعالج الملل ده شخص جاي من برا بالعكس اللي هيعالج الملل او الفطور ده احنا من جوه البيت لازم يكون عندنا وعي ولازم نفهم انه ان احنا لازم ان احنا نجدد حياتنا نجدد حياتنا بان احنا نسافر مكان تاني نجدد حياتنا ان احنا نبعد شوية عن الطرف ده حتى لو راح بيت اهلها لو انا كان عندي مشوار عملته لو انا حاجة نشتاء لبعض لو احنا بنمارس حياتنا الخاصة بشكل معين نحاول نعمل حالة جديدة نحاول نعمل سيناريو مختلف نحاول ندور على الجديد من جوانا مش من برانا علشان ما نقعش في يوم من الايام ضحية للخيانة والخراب البيوت اللي انا بتمنى من كل المتابعات المحترمات وكل المتابعين المحترمين لي ان ما يجيش يوم من الايام ونلاقي نفسنا ضحية للانحراف والخراب البيوت اشكركم على طيب المتابعة وعلى وعد بلقاء في حلقة جاية من حلقات برنامج المحاكمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة